أكتب فقرة عن تقاليد الزفافي في العراق تقاليد الزفافي في العراق تقاليد الزواج تختلف من بلد إلى آخر في العراق تشير إلى الوديد خاصة إلى أبعد حد أو خاصة جدا لكل العائلتين والمقصود بوث فاملي عائلة العريس وعائلة العروس الليلة للتسبق الزفاف تسمى بليلة الحنة لجعلها جميلة ولجلب الحظ الجيد لها ودنجزة هي مناسبة سعيدة مناسبة لكل الناس لكل الناس في العائلتين يدعون أقرباءهم وأصدقاءهم يحتفلون مع الموسيقى أو مع الموسيقى أصدقاء الغناء ودانسن الرقص العريس يلبس بدلة رسمية ويذهب إلى الحلاغ الحلاغ لقص شعري العروس تذهب إلى محل مصفف الشعر مع أصدقائها تلبس الأبيض ليرمز إلى العثة والطهارة أو النقاء عائلة العريس تأتي إلى بيت العروس في مجموع من السيارات لأخذوناها إلى بيت أهل الزوج شرحناها سابقا في ويونت 5 لسن 5 وهذه تدعى بالزفة ترجمة نانسي قنقر